كلنا عارفين أن بعد ما خلصت دورة الألعاب الأولمبية في باريس انطلقت بعدها دورة الألعاب البرالامبية من كاميو وكلنا عارفين أن دورة الألعاب البرالامبية هي دورة مخصصة تحديدا لذوي الاحتياجات الخاصة مصر بتشارك ببعثة كبيرة جدا بعثتنا فيها 54 لاعب ولعبة من إجمالي 10 رياضات مختلفة من ضمنهم 25 لاعب من مستخدمي الكراسي المتحركة ومن ضمنهم 7 من متحدي الإعاقة البصرية والذهلية خلينا نتعرف النهاردة على أحداث مشاكة بعثتنا المصرية في اليوم الأول والثاني من البرالامبياد من ضفنا اللي بنوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر المحل الرياضي المتخصص في الألعاب الأولمبية محمود فوزي صباح الفل عليك أهل المسهل صباح الفل أستاذ منا صباح الفل أستاذ منا أهل المسهل خلينا نبتدي على طول كده في البداية إحنا في ناس جانبها التوفيق خسارة لفوزية الشامي وعلى محمود وده كان في ربع نهائي زوجي طولة في البرالامبياد وإحنا كنا متوقعين نتيجة أحسن من كده تمام خلينا الأول قبل ما نبدأ أي حاجة نتفق أن أبطال البرالامبيين أيا كانت نتائجهم إحنا فخورين بيهم وفخورين بأداءهم وجودهم في باريس ده في حد ذاته إنجاز لكن حيظلهم أبطال وبرضو بيشرفونه في المحافل الدولية والأفريقية يمكن فوزية شامي وعلى محمود كانت مباراتهم صعبة شوية كانوا بيواجهوا الزوجي البرازيلي يمكن الشوط الأولاني ما كانش موافقين تماما كانت المباراة تقريبا وان سايد جيم للزوجي البرازيلي يمكن الشوط التاني بدأ يدخلوا في المباراة أكتر شوية يبدأوا يعوضوا النتيجة يبدأوا يعوضوا الفارق لكن هي المباراة كانت صعبة عليهم طبعا إحنا كنا نفسنا نتيجة أحسن لأن الفوز في مباراة ربع النهائي كانت تعني حصول على مداليا لأن اللي بيوصل لنص نهائي بيحصل على الأقل على المداليا برونزية لكن في الحقيقة هم المباراة كانت صعبة جدا عليهم وطبعا هم لسه قدامهم منافسات الفردي فردي السيدات بإذن الله هتبدأ بداية من بكرة فبإذن الله نتمنى لهم التوفيق ويعوضوا في المنافسات الجاية بإذن الله عندنا أيضا خالد رمضان وإسلام رسلان في توم لنهائي زوجي الطاولة في البراليبيات خسارة أيضا تعليقك تمام يمكن المباراة بتاعت خالد وإسلام ما كانتش بصعوبة مباراة زوجي السيدات يمكن المباراة كانت أسهل شوية فده كان خلى فيه تنفسية أكتر ويمكن كنا قريبين جدا من أننا نحصد على شهود واثنين كمان النتيجة دايما كانت 11-9-11-8 فكان الفروق متقربة جدا قدموا بصراحة مباراة قوية لكن برضو أنا مش عايز أصدر إحباط شوية للناس بخصوص البعثة المنصرية لأننا دايما في تنفسية طاولة متفوقين أكتر على الجانب الفردي مش الزوجي يمكن حتى المداليات العالمية التي حصلناها وفي المداليات الأولمبية أو البرالمبية التي نفوز بها دايما بتبقى عن طريق منافسات الفردي طبعا كلنا فاكرين كابتلنا الكبير سامح عيد ماداليا برونزية في أولنبيات لندن ودي آخر ماداليا حصلنا عليها في تنس الطاولة كانت على صعيد الفردي مش الزوجي مش عايزين نصدر إحباط أكتر للناس لكن هم قدموا بصراحة مباراة قوية قدام الزوجي البولندي وكانوا برضو قريبين من هم يقللوا النتيجة شوية وبالتوفيق لهم بإذن الله في نفسات الفردي القاضي في ألعاب بتبقى بتاعتنا يعني جودو، التايكوندو، البارا تايكوندو ودي من الألعاب بتاعتنا توقعنا أن احنا نبقى بالنافس على ميداليات وبتزيل نفس بالفعل ولكن جينا عند الميدالية البرونزية وجاربنا التوفيق يعني إلا حصل يمكن فعلا كان عندنا بطالتنا سالم علي كانت بتنافس على الميدالية البرونزية في البارا تايكوندو في وزن 52 الحقيقة قدمت بطولة كويسة جدا بدأت الأول في دور 16 قدام بطلة كينيا واكتسحتها 12-3 بعد كده وجهت بطلة منغوليا في ربع النهائي وكانت على بعد خطوة من أنها توصل لنص النهائي لكن فرق تقريبا من نقطتين هو اللي حسم المباراة لبطلة منغوليا فاتجهت سالمة أنها تلعب دور التردية وتنافس على الميداليات البرونزية رجعت تاني واستعادت سقاطها في نفسها وفازت على بطلة كزاخستاني يمكن 8-1 وقدرت توصل للمباراة الأخيرة مباراة الميداليات البرونزية ومباراة الميداليات البرونزية كانت قصة وحكاية زي ما بيقولوا كانت هي بتلعب بطلة جورجيا وكانت متفوقة عليها والمباراة تهت في الآخر خالص اكنين اكنين فلجأوا للجولة الزهبية اللي يجيب نقطة يكسب لكن المباراة تهت برضو بالتعادل فتم اللجوء لترجيح التحكيم ترجيح التحكيم مش دايما بينصفنا يمكن احنا عندنا قصتنا مع بطلتنا في الكاراتيجيانا فاروق في أولمبياد توكيو وحصل الترجيح لصالح اللعبة الأخرى يعني احنا دايما في الترجيح يعني الحكام ما بينصفناش قوي يعني حظنا مش حلو معهم قوي فيمكن ده حصل فعلا مع سالمة وللأسف الترجيح رح للعابة جورجيا وقسرة المديلة البرونزية لكن هي بصراحة قدمت مباراة قوية جدا وبطول عموما قوية جدا وبنتملال التوفيق بإذن الله الفترة القادمة سيد يوسف وهناق حماد في الدور الـ 32 من زوج المختلط تعليقك على قصار يمكن هما لعبوا الزوج الفرنسي في تنس الطاولة وكانوا برضو المباراة بتاعتهم إلى حد ما متقربة شوية النتيجة يمكن في الأخير خالص بتبقى سماعة 3-0 لكن الأشواط نفسها نتاج بتاعتهم متقربة جدا يمكن هناء حتلعب برضو في فردي السيدات وسيد بإذن الله حيشارك في فردي الرجال وكلنا أمال على سيد يوسف بالذات لأنه هو نتاجه وتصنيفه بيقولوا أنه هو إن شاء الله يقدر يحقق مداليا برالنبية بإذن الله ويعيد تاريخ كابتن سامح عيد من تاني بصراحة سيد بقاله فترة متفوق جدا على نفسه بيقدم مباراة قوية جدا في البطولات الدولية والعالمية والأفريقية وهو بطل أفريقيا وحصل على كذا مداليا زهبية في بطولات دولية فطبعا بنتمنى له التوفيق في الفردي يمكن ما حلفهمش التوفيق في منافسات الزوجة زي ما ذكرنا لكن هو بإذن الله يقدر يحقق مداليا ويفرحنا بإذن الله أكيد عبد الرحمن محمود في دور الستاشر في الباراتايكوندو برضو متوفقش يمكن عبد الرحمن محمود كان مبارح بعد مباراة سلمة بيوم اللي حصل لعبد الرحمن كان قريبا أنه يحصل لعبد الرحمن يمكن كانت مباراة برضو مراسونية شوية انتهت وقتها الأول بستاشر خمسة لصاحب اللعب الجورجي وبعد كده قمنا بتقديم اعتراض من المدرب الخاص بنا دكتور إسماعيل مهران وكان فيه احتجاج على أننا المفوضية تحسب لنا نقطة التقم التحكيم قعد حوالي خمس دقايق أوبال ما يحسب النقطة لنا وتعادلنا ستاشر ستاشر بالفعل ولجأنا للنقطة الذهبية وفضلنا برضو حوالي دقيقة بنلعب النقطة الذهبية للأسف عبد الرحمن يمكن كان مضغوط شوية ان هو يلجأ لترجيح التحكيمي زي ما حصل لسلمة فكان مستعجل على النقطة وكان عايز يخطف النقطة بأي طريقة لكن طبعا البطل الجورجي قدر ياخد نقطتين ويفوز بالمباراة وللأسف الطردية بتبدأ من ربع النهائي وده كان دور الستاشر فما كتوفقش ان هو يشارك في المنافسات الطردية لكن الحقيقة كان قريب جدا ان هو يكمل ويوصل بس بنتمنى له طبعا التوفيق في الفترة القادمة بإذن الله بس إدارة الموقف وإدارة المباراة احنا شوفنا الكابتن وهو بيكوتش عليه من بره فين الجاب حصل فين يعني فجأة فقط تركيزه تماما ده اللي أدى للوزاريات اللي اتخذت ورا بعض يمكن في أحداث المباراة شوية كان عبد الرحمن بيخسر يعني كان بيقع دايما في النتيجة النتيجة دايما بيبقى فيه فرق واسع وبيحاول يرجع تاني لكن في النهاية هي يعني بتبقى محتاجة فعلا زي ما حضرتك ذكرتي إدارة شوية للمباراة من بره هو عبد الرحمن كان قريب جدا من هو يخطف الفوز كمان في النقطة الذهبية لكن زي ما اتكلمنا ان هو الضغط النفسي شوية عليه من الحصل لسلمة قبلها بيوم وان هو الترجيح ما كانش لصالحها فهو كان خايف ان هو يوصل للنقطة دي تاني فكان مستعجل جدا ان هو يحصل على النقطة وان هو يفوز طبعا كان نازم يكون فيه توجيهات من بره ان هو يشيل من دماغه خالص الحصل لسلمة ويبدأ يركز في المباراة وان هو ان شاء الله يفوز يعني لكن قدر الله ما شاء فعل طبعا هو بطل كبير جدا ونتمنى له التوفيق بإذن الله كلام عن خسارة هناء الفار امام اللاعبة الماليزية وتودعها لمنافسات البوتشيا تمام يمكن هناء الفار كانت بتقدم بطولة قوية جدا وكانت قريبة جدا من نهاية تتأهل للدور التاني هي طبعا بنظام مجموعات هي معاها بطلة ماليزيا وبطلة كندا وكمان بطلة اوكرانيا بطلة ماليزيا تعتبر هي البطلة المصنفة الاولى فخسارتها من بطلة ماليزيا كان ممكن نقول شيء متوقع شوية المباراة بتاعة بطلة اوكرانيا هي قدرت تكتسح بطلة اوكرانيا 8 واحد وكانت قريبة من ان هي تتأهل لولا ان هي خسرت المباراة كندا الاولى 4-3 بفارق نقطة واحدة وده كان كفيل ان هي تقدر توصل للدور التاني بصراحة عملت مباراة قوية جدا يمكن بطلة ماليزيا هي المصنفة التانية على العالم فخسارتها من بطلة ماليزيا متوقع شوية خسارتها من بطلة كندا كانت يعني مش هنقول مفاجأة لكن لا هي كانت بتنافس بقوة وبطلة كندا تعتبر هي اللي فاتت في البوتشا فبصراحة قدمت مباراة قوية جدا قدام بطلة كندا وكانت تقدر تتأهل بس طبعا هي لسه قدامها منافسات الزوج المختلط مع بطلنا محمود النبوي بنتمنى لهم هما الاتنين التوفيق بإذن الله وحنا عادينا متذاكر كده شوفنا يعني خسارة محمود النبوي في منافسات البوتشا بس انا مش عارفة لرياضة البوتشا هل هي موجودة بس في البراليمبياد ولا موجودة كمان في الأوليمبياد لا هي موجودة في البراليمبياد بس فعلا هي يعني بتبقى عبارة عن كورة بتتحط في النص وكل لعب بيحاول يرمي الكورة بتاعته بيبقى فيه لون أحمر ولون أزرق وبيحاول يرمي الكورة ان هي توصل للكورة البيضة وبيحاول يحسبه النقطة على حسب اكتر لعب بيقدر يوصل الكورة بتاعته للكورة اللي في النص يعني الحقيقة محمود نبوي زي ما ذكرتي هو بصراحة لعب مباراة برضو قوية جدا لكن القورة ما كانتش مساعدة خالص سواء مع بطل تايلاند سواء مع بطل كولومبيا بصراحة يعني يمكن بطل تايلاند هو المصنف الثاني على العالم وحاصل على برونزية توكيو ونفس الكلام بطل كولومبيا هو مصنف الثالث على العالم والحاصل على فضية توكيو فبصراحة الكنين كانوا يعني منافساتهم قوية جدا وصعبة جدا على بطلنا المصري محمود نبوي قدامه مباراة أخيرا النهاردة قدام بطل ألمانيا هي مباراة بشيء بتحصيل حاصل للطرفين لكن هتبقى دفعة معنوية لي بإذن الله قبل ما يشارك في منافسات الزوج مع بطلتنا هناء الفار زي ما ذكرنا تقييمك إيه لخسارة منتخب مصر لكرة الهدف كرة الهدف يمكن هم بصراحة مباراة منتخب أوكرانيا متوقع أن نحن نخسر فيها لأن منتخب أوكرانيا هو المصنف الأول على المجموعة بتاعتنا يمكن إحنا عندنا أوكرانيا، الصين، اليابان إحنا في المجموعة الثانية برضو عشان نوضح للناس هم الأربعة بيتأهلوا إحنا مجموعة بس مجرد تصنيفية لمباراة ربع النهائي اللي بعد كده إحنا خسرنا من منتخب أوكرانيا ستة تلاتة قدمنا مباراة قوية جدا وكنا قريبين يمكن الشرط الأولاني خلص تلاتة واحد لمنتخب أوكراني الشرط التاني بدأنا نرجع شوية والنتيجة كانت تلاتة كنين الحقيقة قدمنا مباراة قوية وكنا قريبين من نعادل النتيجة في أكتر من وقت رطوش بسيطة بس هي اللي فصلت ما بيننا وانحنا نتعادل أو نحنا نفوز بالمباراة ومنتخب أوكرانيا زي ما ذكرت هو المنتخب المصنب في الأول على المجموعة إن شاء الله النهاردة عندنا مباراة الساعة 10 قدام منتخب الصين بإذن الله لو نقدرنا نحقق الفوز على منتخب الصين إن شاء الله نقدر نحسن مركزنا شوية قبل ربع النهائي علشان طبعا المجموعة الأولى فيها فرنسا وأمريكا وإيران وكذا منتخب قوي فطبعا عايزين نتجنب ربع النهائي إن نحن نسهل علينا المشوار شوية ما توفقناش في الكرة الطائرة جلوس الكرة الطائرة يمكن برضو إحنا كنا بنواجه البوسنا والهارسك البوسنا والهارسك يمكن منتخب عريق جدا في لعبة الكرة الطائرة جلوس يمكن هم حققوا ست مدليات تاريخي يعني على مدار تاريخهم في براليمبياد باريس عفوا على دورة الألعاب البراليمبياد بشكل عام قدموا بصراحة مباراة قوية منتخبنا يمكن الشروط الأولاني كسبوا رجعنا تاني برضو يعني إلي التركيز شوية بتخسرنا نقط في الآخر الأشوار دايما بتخلص 25-23 25-24 نتاج قريبة جدا أو 26-24 عفوا لكن النتاج قريبة جدا ما بين المنتخبين بصراحة يعني يمكن مباراة البوسنا كانت هتفرق معنا كتير جدا معنويا لكن إن شاء الله احنا قدامنا مباراة منتخب بفرنسا النهاردة منتخب فرنسا يمكن مش من المنتخبات القوية شوية في لعبة الكرة طائرة جلوس يعني يمكن إن شاء الله نقدر نحقق النتيجة كويسة عليهم النهاردة ويبقى فضل لنا مباراة أخيرة قدام منتخب كازاخستان تبقى هي مباراة التأهل بإذن الله من الأخبار الإيجابية احتلال الثناء المصري عالي الزيني ومروة عبد العال المركز الخامس في التصفية التانية من منافسات التجديف في بارالامبياد باريس تعليقك يمكن مروة وعالي إن شاء الله هيلعبوا النهارده منافسات التارضية يمكن التصفية بتآهل واحد بس من كل التصفية للدور النهائي يمكن هما ما حالفهمش التوفيق أن هما يحصلوا على المركز الأول لكن في فرصة لهم تاني إن شاء الله النهارده أن هما يقدروا يحسنوا مركزهم ويحسنوا رقامهم إن شاء الله وأن هما يتآهلوا للمباراة النهائية طبعا يعني بنتمنى لهم طبعا التوفيق يمكن الرقمهم بقيت شوية من التأهل النهائي لكن تحسين مركزهم تحسين رقمهم ده الواجب عليهم وإن شاء الله يفرحونها النهاردة بإذن الله طيب خلينا نتكلم كده إجمالا إحنا بحثتنا اللي موجودة دلوقتي في البراليمبياد اللعيبة دي شاركت قبل كده اللعيبة دي احتكت قبل كده إحنا فيه أوقات بنقول إن فيه لعبين مسافرة علشان تجيب ميداليات فيه لعبين بتسافر عشان تحسن ترتبها فيه لعبين بتسافر عشان تبقى موجودة ومتواجدة وتقدر تيجي تاني بعد أربع سنين تجيب الميدالية فخلينا نشوف كده إحنا زي ما تكلمنا عن موضوع ده فيه الأوليمبياد خلينا نشوفه فيه البراليمبياد تمام أكيد إحنا لما بنتكلم عن أبطال الحقيقة أو ميداليات إحنا بنتكلم طبعا عن رفع الأسقال إحنا طبعا متفوقين في رفع الأسقال سواء في الأسوية سواء في البراليمبيين بصراحة إحنا دايما بنحقق ميداليات كتيرة جدا في رفع الأسقال وعندنا 13 لعب مشارك في المنافسات يمكن المنافسات لسا هتتأخر شوية هتبدأ يوم 4 سبتمبر فطبعا أملنا فيهم كبير جدا عندنا ريحاب ردوان عندنا شريف عثمان بطنة الكبير كل دول أبطال لسا مشاركوش فطبعا إحنا مش عايزين برضو زي ما ذكرت في الأول نصدر إحباط شوية للناس بخصوص النتائج بالذات لكن الحقيقة هم كلهم أبطال الكبار وأبطال بصراحة دايما شرفونا حتى في تنس الطاولة لما بنتكلم عن نتائج يمكن مش موفقة على صعيد الزوجي لكن في الفردي إحنا عندنا زي ما ذكرت سيد يوسف إن شاء الله يقدر يحقق ميداليا نفس الكلام كرة طائرة جلوس مش بعيد جدا أن نحن نحقق ميداليا تاني إن شاء الله فطبعا بنتمنى لهم كلهم التوفيق وبإذن الله نستنى أبطالنا في رفع الأسقال بداية من يوم 4 سبتمبر لغاية 8 سبتمبر إن شاء الله يفرحونا بكذا مدين كل التوفيق لمنتخبنا البراليمبي إن شاء الله نشوف نتائج أفضل من هذه النتائج أعتقد أنه ممكن أو عندنا فرص ثانية أو عندنا حاجات نرهن عليها بشكل أفضل من كده شكرا للمحالة الرياضي المتخصص في العلعاب الأولمبياء محمود فوزي شكرا جزال لي أشكرا لك وصلنا نورتنا وشرفتنا شكرا لوجودك معنا